بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات من أستاذ محمد البخار بعد ما درنا الحصة الأولى من تقويم تخيصي اللي كيخص كتاب المتعلم والمتعلمة فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي وبالضبط صفحة سعود من هذا الكتاب المدراسي اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله تقويم تخيصي ولكن حصة ثانية من تقويم المكتسبات واللي كتخص الصفحة عشرة من كتاب فضاء النشاط العلم إذن هنا عندي تقويم تخيصي الحصة الثانية أدعم مكتسباتي يعني دعم المكتسبات إذن هنا كان عندي تقويم المكتسبات الآن هنا في الحصة الثانية عندنا دعم المكتسبات يعني المكتسبات اللي ما عندي شك ندعمهم باش إن شاء الله نفهم الحويج لي ما فهمتهمش إذن عندي بزاف دي الأسئلة هنا غادي نبدو بالسؤال رقم واحد السؤال رقم واحد يقول وتم بما يناسب إذن غا نكمل بما يناسب ما عنديش الاختيارات هنا يا إذن غادي نقرأ العبارة وغادي نكمل بما يناسب إذن يذوب السكر في الماء إذن السكر يذوب في الماء فيسمى السكر جسما إذن السكر كيدوب في الماء إذن السكر شني كيتسمى في هذا الحال إذن كيتسمى جسما مذابا مذابا إذن يسمى المذاب صفح؟ يذيب الماء السكر فيسمى الماء جسما الماء يدوب السكر ماهما يسمى؟ يسمى مذيبا هنا في هذه الحالة السكر يدوب في الماء يسمى السكر المذيب الماء يدوب السكر يسمى المذيب يكون كل من يكون المذيب يكون خليطا يسمى شي حاجة خليط الماء من الماء والسكر اولا نكتب المذيب والمذاب الماء والسكر يكون خليط متجانس يسمى محلولا يسمى المحلول اذا نعرف أنه المحلول هو خليط متجانس المعنى الخليط متجانس خليط لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجرد مفهوم؟ مزيد! السؤال الثاني اضع علامة فيه امام الجواب الصحيح يمكن استرجاع الملح من ماء مالح يعني يمكننا نخرج الملح من ماء مالح مثلا الماء مالح مثلا الماء البحر ممكن نخرج منهم الملح بأي طريقة أو بأي تقنية تصفيق أو تبخر إذا هنا في هذه الحالة عندي خليط الماء يعني والملح هو خليط متجانس ما يمكننا نفرق ما بين مكوناته بالعين المجرد يعني هنا في هذه الحالة سوف نستعمل خاصية أو تقنية التبخر تقنية التبخر التي تمكننا من استرجاع الملح من ماء مالح وهذه التقنية تستعمل لفصل مكونات خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجرد كما قلت لكم مزيد! إذا هنا التقنية التي ستمكننا من ترجع الملح من مالح وهو التبخر نسبة السؤال الثالث إذا ندز الآن السؤال الثالث تابعوا معي ألف أبين دور كل من الأجهزة الثالية الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز البولي والجهاز الدوراني أذكر مكان أعضاء هذه الأجهزة داخل الجسم أو جسم الإنسان مزيد! إذا هنا في هذا السؤال سوف نستعمل ورقة لكي نجاوب على هذا السؤال بالنسبة أجهزة يعني الدور ديلها إذا نتكلم دور أي إنها نتكلم عن ما تمكنني هذا الجهاز هذا الجهاز التنفسي irm. trattation لاحقا إلا نحاول أن نواجهة ودود مثل جدول إذا هنا لذا سيكون الجهاز ثم سيكون الدور ول знаешь مكان الأعضاء أذن عندنا الدور بالجهاز التنفسي جهاز التنفسي دوره يساعد في تبادلات الغازية تبادلات الغازية يعني استنشاق استنشاق O2 يعني الأكسجين وطرح CO2 تبادلات الغازية يعني الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون المكان للأعضاء التنفس إذن المكان والصدر يعني الجهاز التنفسي يستعمل الصدر الذي ينفيه الرئتين زائد الأنف لأنه يستنشق الهواء عن طريق الأنف ندوز الآن للجهاز آخر وهو الجهاز الهضمي إذن ما بترسيب الهضمي إذن هنا في هذه الحالة دائما كنجوب على جوجي الأسئلة لماذا؟ لأن هنا قالوا لي الدور وفي سؤال B قالوا لي مكان ديال الأعضاء أنا هنا يدرت الدور إذن هنا في حالة سؤال ألف وهذا سؤال B مزين الجهاز الهضمي الدور دياله هو هضم الغذاء هضم الغذاء كيهضمنا الغذاء وكيحول وتحويله إلى مواد القيت كيحولنا إلى مواد القيت داك المواد ديال القيت هو اللي كيستفد منها الجسم إذن المكان ديال العض هو الأنبوب الأنبوب الهضمي الأنبوب الهضمي الآن إلى جهاز آخر وهو الجهاز البولي الجهاز البولي إذن بالنسبة للجهاز البولي ينقي كي نقلنا الدم من الفضلات السائلة كي نقلنا الدم بالخصوص من الفضلات السائلة إذن المكان ديال الأعضاء هي الكيلي زائد المثانة إذن هدوما العضواني اللي أساسيين في الجهاز البولي ما فهم؟ ندوزو للجهاز الرابع وهو الجهاز الدوراني كي نسمعوه الدوراني ديركت كيمشي بالنا لعين للقلب صفيت لأنه هو أهم جهاز الدور دياله توزيع مواد القيت داك المواد ديال القيت اللي كيمكننا من حصول عليها لأنبوب الهضمي اللي يوجد الحصوص في الجهاز اللي كريد كي يوزع السائل الدوراني ومواد القيت ولأكسيجين يعني كي يوزعنا مواد القيت وكذلك يوزعنا الأكسيجين في الدم يوزعنا الأكسيجين والمواد القيت في الدم عن طريقه القلب والشرايين ما بالنطريق؟ إذن هذاجدول اللخصنا فيèle سؤال أول والثاني لدي أربعة هذه الأجهزة في الجسم الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، الجهاز الدوراني الأدوار هم هم هادو والمكان دي الأعضاء هم هم هادو ممكن تدرو بوز للفيديو وتنقلو هاد الجواب صافي؟ بالنسبة الآن ندوزو السؤال الرابع هنا عندنا سؤال الرابع دائما في إطار دعم المكتسبات سؤال الرابع أحدد رقم السلوكيات التي لا تساعد على حماية الجسم الأمراض إذا من بين السلوكيات اللي كينا هنا يفض التصور هادو مثل بتركربات طرحة سلوكية خلال المكتسبات مروحنا هنا أو ح wounds ронهande الأبع يفضل هنا بال boobs غداء خفيف غداء المكتسبات الزمقة ولا تساعدت بحماية الجثم هناك quelques boobs الثاني ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة هناك Vegard Gedanken هذا يؤثرنا على الدماغ كذلك يؤثرنا على العينين يعني هو سلوك لا يساعد على حماية الجسم رابعا هنا الخضروات والفواكه المتنوعة سيتشاعد على حماية الجسم الأمراض خامسا يعني دخان المصانع والمبيعاتات الغازية هذا هو سلوك كذلك لا يساعد على حماية الجسم الأمراض لأننا نستنشق هواء غير نقي سادسا وهو يعني جو صح وهواء نقي سيساعد على حماية الجسم من الأمراض ندوز الآن إلى السؤال الخامس تابعوا معي دائما السؤال الخامس ألف أذكر العلاقة التي تربط الكائنات الحية فيما بينها داخل وسط طبيعي مريم عندنا واحدة وسط طبيعي سواء يكون وسط طبيعي غابوي مثلا ولا وسط طبيعي مائي وبحري أو صحراوي ما هو العلاقة التي تربط الكائنات الحية الموجودة فيه إذا ما بينها allied Audience هي علاقة علاقة غدائية غذائية صرفiau innate � Agreed غذاء يعطي مثلا لهذه العلاقة يعني واحد المثال جأل واحد العلاقة إذا الدان نعطو مثال جأل علاقة التعاون علاقة التعاون تعاون أي Alzلي imperieux تعاون يعني فيها مصلحة الاثنين صرفي واحد العلاقة ما بين الكائنين حيين تكون فيه المنفعة للطرفين مثلا النحلة والزهرة يستفيدون في هذه العلاقة إذن هي علاقة تعاون موجودة داخل وسط طبيعي ويمكن يكون غابوي سؤال السادس تعيش داخل التربة وعلى سطحها كائنات حية متعددة ومختلفة إذن هنا هي واحد وسط داخل التربة كتواجد بطبيعة الحل واحد الكائنات الحية متعددة يعني كائنات حية صغيرة للقد إلى غير ذلك اللي هي دقيقة إذن كائنات مجموعة عن الكائنات الحية سؤال ألف أعطي مثالين لكل من هذه الكائنات الحية مثالين مثلا ممكن ندروا مثلا ديدا ديدا مثلا كائنات مجهرية كائنات مجهرية لما نشوفه شبعين مجرد كائنات مجهورة الكائنات الحية الموجودة على سطح التربة وكذلك التي تعيش في التربة با أبين ما سيحدث إن تدهورت التربة بسبب التلوث إذن إذا كانت واحدة المنطقة أو واحدة البلاسة فيها تلوث يعني كرموا فيها الأزبال أو هذا كيف سيحدث من ذلك الكائنات الحية نظم طبيعة الحية سيحدث موت الكائنات الحية إذن الكائنات الحية سيتموت موت الكائنات الحية الموجودة في التربة مما سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نقصان مثلا أو لقلة نقصان خصوبة التربة مما سيؤدي إلى مثلا قلة المردود المحاصيل الزراعية إلى غير ذلك سابعا أذكر ثلاثة مصادر مختلفة للطاقة للحصول على الضوء باش نحصله على الضوء ايشنا هم المصادر المختلفة للطاقة؟ دعا نحنا ممكن ندروا الشمسية مستر طاقة كي حصل نحصله بها على الضوء كذلك الريحية زائد الكهربائي لننقل أنها مصادر مختلفة مقاللنا مصادر متجددة أو لا غير متجددة أو السؤال الثامن ما هي مصادر الطاقة المتجددة وما هو المصدر الرئيسي لها هذه الطاقة؟ مزيح بعدها أول شيء ما هي الطاقات المتجددة؟ الطاقات المتجددة هي الطاقات الطبيعية اللي يأتي عن طريقة طبيعة مثلا شمسية ماجهة من الشمس الريحية ماجهة من الرياح صفيد؟ مصادر الطاقات المتجددة كين الرياح كين الشمس الرياح ومدير الماء وهي مصادر الطاقات المتجددة 秋 선택 مصادر الرئيسي كين الشمس هو المصدر الرئيسي سمعين مصدر الرئيسي والمهم تسعى أحدد أربعة أوصات بيئية طبيعية أوساط بيئية طبيعية إذن عدنا غابة صحراء عدنا كذلك ضايا مثلا بحر إذن هذه أربعة ديئة الأوساط بيئية طبيعية سؤال العشاء أخطط سلسلة غدائية بحرية بسيطة تتكون من أربعة حلقات إذن هنا carre��ناح أحد سلسلة غدائية سلسلة هذا يؤكله من طرف هذا وهذا يؤكله من طرف هذا وهذا يؤكله من طرف هذا سلسلة غدائية وين تتواجد؟ كالتواجد في بحر يعني خسلسلة غذائية بحرية فيها أربعة ديال الحلقات نديروا طحالي تأكلوا من طرفي مثلا السمكة أو الأسماك تأكلوا من طرفي الفقمة مثلا تأكلوا من طرفي القرش فقط نعطوه أطينا مثال صفحي ندوز الآن للسؤال 11 والأخير فهذا التقويم التشخيصي لكي يخص حصة ثانية اللي هي دعم المكتسبات سؤال 11 التنوع البيولوجي هو شن هو التنوع البيولوجي وش هو مجموع الحيوانات التي تعيش في وسط ما ولا هو مجموع الكائنات الحية التي تعيش في وسط ما ولا مجموع الكائنات الحية التي تعيش في وسط مختلفة أول حاجة التنوع البيولوجي ما شي هو مجموع ديال الحيوانات التنوع البيولوجي كيخص كذلك الحيوانات وكذلك النباتات يعني ما كيخص فقط الحيوانات إذن هنا عندنا مجموع الكائنات الحية التي تعيش في وسط ما مجموعة الكائنات الحية التي تعيش في أوساط مختلفة إذن هنا باينة بأنه الجواب الصحيح والجواب الثالث إن هناك كانت تحتو على أوساط مختلفة لا تحتوش فقط على وساط ما إذن تنوع بيولوجي هو واحد للمجموعة الكائنات الحية لكتعيش أوساط مختلفة مفهم؟ إذن هذا هو التنوع البيولوجي وإن شاء الله بداية من الفيديو القادم إن شاء الله سأبدأ معكم التصوير ديال دروس الوحدة الأولى اللي كتخص تصنيف المادة وخصائصها وتغيراتها هذه الوحدة اللي فيها مجموعة من المحاور المتعددة والسهلة زيدوا دعموا قناة تربويات مال أستاذ محمد البخاري باشتراك والضغط على زر الجرس باش بقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم أستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته